قدم نادي الزمالك مدربه الجديد الاسكتلندي أليكس مكلش في مؤتمر صحفي كبير أعلن خلاله رئيس النادي مرتضى منصور أن التعاقد يمتد لموسم ونصف الموسم مقابل 60 ألف دولار للجهاز الفني بالكامل العقد مدته سنة ونصف 18 شهر ويأتي بالشهري 25 ألف دولار يشفي فيه أكثر من كده بالمساعدين ل 62 ألف دولار معه محلل ومدرب الياكة بدنية بالطبع أنا سعيد بأنني سأتولى تدريب نادي الزمالك العريق سينضم إلى فريق تدريبي محلل الأداء ومدرب مساعد سيتم الاستقرار على اسمه خلال الأيام القادمة وفي ظل أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تساءل الكثيرون عن الطريقة التي سيوفر بها الزمالك راتب الجهاز الفني الجديد أعتقد أنني سأتولى تدريب نادي الزمالك كمان عنده إحساس بالمسؤولية المتعلقة بالدولار في مصر وده نجيب مدير فني على مستوى عالي بمبلغ يتناسب مع الزوف الحلم الموربية هو رائب من مرتبات المصريين نادي الزمالك هرافة ده زي فيه جزء من المبلغ ده يبقى من خارج النادي فهو ده اللي هنقدر نجيبه من السوق الحر ماكلش صاحب السيرة الذاتية الكبيرة جاء إلى مصر على أمل حصد البطولات مع النادي الأبيض ويخشى عليه البعض من أن يلقى مصير سابقيه ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل تعاقد الزمالك مع ماكلش هو بداية الاستقرار أم سيكون حلقة في مسلسل المغادرين حسام زايد الحرة القاهرة